انطباعاتي عن خطاب ترامب إذا تواصل نفس النهج الذي تحدث عنه في فترة الحملة الانتخابية الأمريكية فإن الموضوع سيزيد العالم توتراً واضطراباً خاصة أن ترامب يحمل أفكار متضرفة جداً ضد الجاليات وضد النساء وما رأيناه اليوم في أمريكا مظاهرة ضد هذا التوجه يشي بأن الأيام القادمة ستحمل كثير من التوتر وسيكون هذا الرئيس مثيراً للجدل أكثر مما كنا نتوقع ترامب كشخصية استمرت لعدة سنوات تسكن لإعلام الأمريكي لن تحمل الكثير غير الكاريزمة الفضائحية التي يفجرها في كل وقت في الحقيقة بالنسبة لي كمواطنة عربية أعتقد أن ترامب لن يحمل شيئاً مختلفاً ولن يأتي بالورود بل سيكون مثل من سبقه إن لم يكن أسوأ بسبب رعونته وبسبب قراراته المرتجلة وبسبب أيضاً انحداراته المتعصبة والتي تعتمد أساساً على العرق في خطابه بالأمس تكلم عن الإسلام المتطرف أو الإسلام المتشدد هذا مصطلح تم خلقه من قبلهم عليهمهم أن يتبنوه لا يوجد ما يسمى بالإسلام المتطرف أو الإسلام الإرهابي هذه مصطلحات ربما الأفضل أن يحتفظوا بها هم الذين صنعوها نحن دين سماحة ودين معتدل وأكثر الأديان اعتدالاً إذن ما يروج له يدل على نيته وعلى ما ينوي القيام به وهي في النهاية خطابات إعلامية لما يمكن أن يقومون به في المستقبل للتمهيد له ولا أعتقد أن ترامب سيكون مختلفاً أعتقد أن خطاب ترامب كان صريح ورؤية ترامب وموقفه كان واضح كل الرؤساء الأمريكيين يحملون نفس الرؤية ولكنهم يغطون أن أعتقد أن ترامب كان صريحاً وأعطى الصورة وأعطى السياسة التي سيقوم بها ربما يتغاضى عن بعض المصطلحات في خطابه الذي يعتبر عنصرياً صنفته عديد وسائل الإعلام وصنفه المختصون بأنه خطاب عنصري فيما يخص الكلمة الأخيرة عند دخول البيت لا أعتقد أن الأمريكيين كانوا أولاً رافضين لهذا الخطاب أكثر من العرب والمسلمين وبالتالي يبقى ترامب حضر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية جاء في مرحلة حرجة من مسيرة العالم وربما لن يضيف جديداً أعلن على كل حال أو صرح بأنه سيقوم بحرب على داعش وأنه سيقف في وجه ما وصفه بالإرهاب الإسلامي مع تحفظه على هذا المصطلح ربما هذه الرسالة كانت لدى كل رؤساء الولايات المتحدة ولكنهم لم يعطونها بشكل صريح وكان ترامب أكثرهم واقعياً وصرح بها ولكن ربما لم يطبق شيء من هذا وينهي مرحلته الرئاسية دون الخوض في تنفيذ مضامين خطابه القوي بعض الشيء ربما يعكس برنامج الحملة الانتخابية لأن اللوبي اليهودي المتطرف وهو يطلع في خطاب ترامب وفي وعود ترامب التي وعد من خلالها بأنه سوف يعامل المسلمين معاملة سيئة وهو وهر من خلال خطابه إذن خطابه سيزيد الطينة بلة وسيباعث سيخرق الكثير من التطرف الكثير من الأصوات الحق النشاز التي ربما لا تساهم في السلم العالمي وبالتالي فعلى ترامب أن يراجع كثيراً سياسته تجاه الوطن العربي واتجاه الأمور الإسلامية أنه لم يفعل ذلك فسيكون ذلك تساهم الحق ضرراً كبيراً خاصة أن الضرر جاء إلى أوروبا واخترق أمريكا واخترق كل الدول الأوروبية إذن على ترامب وعلى العالم الغربي أن يتعامل مع المسلمين معاملة حسنة حتى يتمكن من الحصول على السلم الأهلي موسيقى